بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخل القوقاز في الأيام الأخيرة تحت تأثير حالات مشابهة لعوارض ظهرة عباد الشمس التي تميل برأسها مع دورة الشمس وبات يمكن أن تساعد تلك البقعة الجغرافية الحساسة في الكشف عن وجود اللاعبين الإقليميين وأهدافهم الحقيقية في لعبة الكر والفر هناك نتابع معكم ما كتبه أستاذ العلاقات السياسية والدولية دكتور سمير صالحة تحت عنوان أرمينيا تستسلم في كاراباغ بعدما باعها الأمريكي لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهائي هذه هي معركة كاراباغ الثالثة والتي تكرس انتهاء دور آلية منسك الروسية الأمريكية الفرنسية التي تشكلت عام 1992 بإشراف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي للتوسط في الملف ومقدمة لتحول الطاولة إلى ثنائية روسية تركية بانتظار أن تتحول إلى رباعية بعد جلوس أذريبيجان وأرمينيا وتحقيق حلم إيران بجعلها خماسية خلال بحث خطة تفعيل الممرات التجارية في جنوب القوقاز يقول سمير صالحة نحن أمام معادلات جديدة في القوقاز أرمينيا لن تحارب أذريبيجان من أجل كاراباغ إيران لن تحارب أذريبيجان من أجل جنوب القوقاز ولن تدخل في مواجهة مباشرة مع تركيا ما دامت تواجه واشنطن هناك يقول سمير صالحة ذكرنا الإعلامي التركي فاتح الطيلي قبل أيام بحكاية توصيف الجمل إذا شهدت من البعيد سناما يتحرك خلف رقب طويلة ويشبه الجمل فهو الجمل بعينه ولا ضرورة للتشكيك أكثر من ذلك فما الذي جرى هناك في الأيام الأخيرة شنت أذريبيجان عملية عسكرية تحت عنوان مكافحة الإرهاب سرعان منتهت بنجاح بعد 24 ساعة هزمت خلالها الانفصاليين الأرمن في إقليم كاراباغ هؤلاء استسلموا لشروط العاصمة الأذرية باكو وسلم المقاتلون أسلحتهم وغادروا عائدين إلى العاصمة أرمينيا ياريفان وسهلوا وصول المساعدات إلى المحتاجين قوات حفظ السلام الروسية الموجودة هناك منذ ثلاث سنوات هي التي أشرفت على تنفيذ التفاصيل وتثبيت الدور والنفوذ الروسيين مرة أخرى في جنوب القوقاز فيما العرض الروسي لباكو وأنقرة لا يمكن مقاومته فهو يمنح أذربيجان فرص حسم ملف كرباغ كما تشاء ويمنح أنقرة فرصة الجلوس إلى طاولة المفاوضات وهي أقوى لإنهاء خلافاتها مع ياريفان هذا إلى جانب ما ستحصده أنقرة من جوائز وهدايا في جنوب القوقاز تقدمها لها باكو بعد مساعدتها على حسم المعركة واسترداد أراضيها من يدفع الثمن هو رئيس وزراء أرمينيا نوكول باشينيان الذي غامر في العام المنصرم عبر محاولة تجبير الحرب في أوكرانيا وانشغال روسيا بها لمصلحته من خلال الانفتاح على أمريكا والاستقواء بفرنسا فما الذي أوصل باشينيان إلى هذا الحد حتما أول من رفع الرايا البيضاء هو رئيس حكومة أرمينيا باشينيان بعدما خاب أمله بمن راهن عليهم في تسجيل اختراق سياسي ما بتحدي روسيا الملتهية بالحرب في أوكرانيا ثم غامر بإعلان قرار تنويع السياسات والتخلي عن تسليم سلة البيض بأكملها لموسكو هو الذي وصل إلى السلطة على ظهر جواد الثورة الشعبية عام 2018 كفارس منقذ وها هو يتخلى عن أرمين كارباغ بعدما تخلت روسيا عنه فهل يسقطه أرمين ياريفان من أجل أمريكا وهو الذي حاول أن يرضي واشنطن من خلال خطوات عديدة أجرى مناورات عسكرية مشتركة على مقروبة من الحدود الروسية دعم قرارات تحرك الغرب باتجاه محاسبة روسيا أمام محكمة الجزاء الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا وفتح كذلك باشنيان الطريق أمام داوت رئيس اللجنة الأوروبية لتوسيح حلف شمال الأطلسي أمام أرمينيا هذه المرة هنأ باشنيان الرئيس الفائز في انتخابات شكلية داخل المناطق التي تسيطر عليها أرمينيا في إقليم ناجرنو كارباغ في مطلع عيلول المنصرم فأغضب بذلك باكو ودفعها إلى اعتبار ما جرى انتهاكا للدستور وقواعد القانون الدولي يستدعي تسريع عملياتها ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام في كارباغ أردغان من طرفه يقوم بالتهدئة حيث يحاول تبسيط المسألة وتخفيف ارتداداتها بقوله إن العملية التي نفذتها القوات الأذري بجانية في إقليم كارباغ أخيرا لا علاقة لها بدولة أرمينيا ورئيس وزرائها بل هي عملية ترتبط بالمجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية في كارباغ لقد أثارت محاولتهم إجراء انتخابات رئاسية بطريقاتهم الخاصة انزعاجا كبيرا لكل من بشنيان وأذريبيجان على الرغم من كل التحذيرات إما أن يقدم بشنيان تنزلات جديدة واسعة لأنقرة ويدعم اقتراحاتها عقد اجتماع ثلاثي حول قضية كارباغ ويمكن توسيعه ليكون رباعيا بمشاركة روسيا وتتبعها تنازلات أخرى لروسيا من بينها التراجع عن سياسة الباب المفتوح مع واشنطن وإما أن يتحمل مسئولية ما ستفعله موسكو لإزاحته عن كرسي الحكم إذا لم تدخل أنقرة على خط الوساطة لإبقائه في مكانه يأخذ بوتين بعين الاعتبار مدى حاجاته إلى تركيا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وضرورة إرضائها في ملفات التجارة والطاقة والسياحة ومشاريع الاستثمار الاستراتيجي بعيدة المدى وعدم استهداف التقارب التركي الأذري في القوقاز ويعرف أيضا أن ما جرى في كراباغ قبل أيام يحمل معه رسائل رد تركي مباشر على سياسة واشنطن الأرمينية التي وحدت تركيا وروسيا ضدها أما عن إيران بعكس سياساتها ومواقفها قبل ثلاث أعوام أعلنت إيران اللاعب الإقليمي الآخر في جنوب القوقاز باكرا أن كراباغ أذريبيجانية وأن ما يجري هناك هو شأن داخلي وهي سعيدة لخسارة أميركا الرهان في كراباغ وسعيدة باحتمال دعوتها إلى طاولة تركية روسية تبحث تقاسم النفوذ هناك بدلا من خيار الرهان الخاسر على ياريفان بعد الآن وفي هذا السياق لا يريد باشنيان أن يرمي المنشافة أرضا ويستسلم في مواجهته مع رئيس أذريبيجان إلهام علييف على الرغم من كل الضربات الموجعة التي يتلقاها والرئيس الأذري لا يريده أن يفعل ذلك وينهي الملاكمة بالضربة القاضية وقد لا يتردد كثيرا في قبول تقديم العون لباشنيان لإنقاذه من الوقوع بين المتشددين الأرمن بعدما حسم المعركة الثالثة في إقليم كراباغ خلال ساعات فقط باشنيان بالنسبة لعلييف هو البنك الذي يقدم أفضل سعر فائدة لباكو بالمقارنة مع اللاعبين الأرمن الآخرين فلماذا يتخلى علييف عن الدجاجة التي طبيض ذهبا هزم باشنيان مرتين في كراباغ لكنه ينتصر في ياريفان من خلال بقائه على رأس الحكومة حتى اليوم على الرغم من كل الضربات فهل ينجح في مواصلة مسيرته السياسية والحزبية بعد الآن يتابع سمير صالحة ما أفسد خطة باشنيان هو توحد الأطراف الثلاثة الروسية والتركية والإيرانية ضده هذه المرة وهو يحاول إبعاد الدب الروسي عن الكرم الكوقازي واستبداله بالنسر الأمريكي في مناورات عسكرية مشتركة على مقربة من ساحة النفوذ الروسية فقد اعتاد رئيس الوزراء الأرميني قراءة لافتات الخائن باشنيان وسمع نداءات مشابهة كلما دق الكوز بالجرة في كارباغ انتهى الملف وحان وقت المحاسبة السياسية في ياريفان فكيف سيتصرف حيال خصومه السياسيين في الداخل والديسابورة الأرمينية التي تغذي ياريفان سياسيا واقتصاديا اختار باشنيان التضحية بكارباغ مقابل إنقاذ أرمينيا فهل تغفر له الديسابورة هذه الخطوة متابعين الأعزاء في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر